اشتركوا في القناة المستكملين الشرفاء وبعد إخوته الكرام ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع كتاب ربنا وصورة الأحقاف ونحن على مشارف الانتاء منها قال الله تعالى وَإِذْ صَرَفْنَا بَنَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُهُ قَالُوا أَنْسُطِوا يبدأ فلاولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك افكهم ومكانوا يفترون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فهلا نصروهم عند احتياجهم إليهم فهلا نصفوهم فهلا كانوا معهم عليكم س선ة الله خير أعانة وخير نصرة وخير شفاعة وقد نفى الله جل فعلا عنهم النصرة والخلة والشفاعة لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة والكاثرون هم الظالمون يقول الله جل فعلا عنهم وفي تصويرهم قالوا فما لنا من شفعين فما لنا من شفعين ولا صديق حمين فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين بل بدلهم ما كانوا وخفونا من قبل ولو ردوا لعادل من هو عنه إنهم لكاذبون فلو نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربان الآلهة بل ضلوا عنهم فهل نصرهم عند الإعواز الشديد وعند الحاجة الشديدة في ذلك عليكم السلام وبركاته بل ضلوا عنهم أي ذهبوا عنهم أحوج ما يكونوا إليهم أرأيت كيف الخزلان العظيم من إبليس أيضا من الذين ومن الكبراء قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلة ربنا أتيهم دعفين من العذاب ولعنهم لعنة كبيرة عليكم سلام وبركاته قال الله تعالى الأخلاء يوم أدين بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قال الله تعالى استبروا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ولأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستربتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إذن قال ذلك افكوهم كذبوهم وافتراؤهم وما كانوا يفترون افتراؤهم في اتخاذهم هؤلاء آلهة وهم لا يملكون لهم نفعا ولا ضر عليكم السلام قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا أنصطه فلما قد يولوا إلى قوم منذرين أولا هذه فيها دلال على أن الجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقرأوا على الصحابة الرحمن علما القرآن خلق الإنسان قال مالي أرى الجن أحسن مردودا منكم فكانوا يقولون ربنا ما من شيء من نعائمك نكذب فلك الحمد ربنا روى أحمد عن الزبير في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قال من أخرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الآخرة كادوا يكونون عليه لبدا قال صفيان لبدا يعني بعضهم على بعض وراء البهقي في دلال النبوة عن ابن عباس رضي الله عنه ورضاه قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رأهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة المسجد في طائفة من أصحابه عمدين إلى سوق أو كاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ورسلت عليهم الشهب فرجعت شاتين لقومين فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء ورسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الحال بينهم ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تياما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق أعكاض وهو يصلي في أصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له يعني أنصته فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهناك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرجل فأمن به ولن نشرك بربنا أحدا وأنزل الله على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن نعم بنحوه ونبلم نسعود رضي الله ونرضاه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن بطن نخلة فلما سمعوه قالوا أنصته قال صاه وكانوا تسعة تسعة أحدهم الزوباء وأنزل فأنزل رجل فعله وإصرفنا لك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصته فلما قد يولوا إلى قوم منذرين وهذا يعني يظهر أنه لما قرأ علم القرآن عليكم السلام جاءوا جميعا يحضرون يستمعون القرآن قال الله تعالى قال الله تعالى ولأ قوم منذرين انظر بعدما استمعوا القرآن وعلموا بحلوتي وأيضا بحقيته قاموا منذرين بلغوا عني ولو آية نعم مكلفون أي رجعوا إلى قومهم فأنظروهم ما سعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله جل وعلا لأتفقوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وستدلوا بهذه الآياء لأنه في الجن نذر وليس فيهم رسل نذر وليس فيهم رسل يعني فيهم نذر ينذرونهم يسمعون وينقلون فيهم نذر وليس فيهم رسل وهذا حق وهذا حق والجن لم يبعث الله منهم رسولا لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم هذه الآية عظيمة جدا استدل بها على أمرين وما أرسلنا من قبلك قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فيها أمران الأمر الأول أن النساء أن النساء لسنا بأنبياء ولا يمكن أن يكوننا أنبياء هذه الأولى الثانية أن الرسل الرسل ليس منهم من الجن رسول لقول تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم وقال عز وجل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ومشون في الأسواق وقال عن إبراهيم الخليل عليه وعلمين أفضل صوت أسكى التسليم ودعنا في ذرياته النبوة والكتاب فكل النبي من ذريات إبراهيم هو رجل نعم نعم صحيح فأما قوله تبارك وتعالى في الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم والمراد هنا مجموعة جنسين فيصدق على أحدهما يعني المراد هنا المجموعة يا معشر الجن والإنس مجموعة ألم يأتكم رسل منكم ويكون المقصود بهم خاص وهم البشر فيصدق على أحدهما وهو الإنس كقول تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي أحدهما ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقوله يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ولم يذكروا عيسى العجيب أن عيسى عليه السلام ما بين موسى وبين وبين محمد صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام وعيسى ألسق الأنبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال ذلك وعيسى سينزل آخر الزمان نعم فلما قالوا قالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ليش؟ لأن الإنجيل هو الأصل وموسى هو الأصل التوراة جاءت تابعة للإنجيل ما هي إلا تعديلا لبعض أحكامه وتيسيرا على بعض الأحكام التي كانت مشددة عليهم فيها نعم كما قالوا لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوا ذلك قال من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم ولأن الإنجيل أيضا فيه مواعظ الضرقات وقليمة حرام وفي الأصل أن التوراة التي فيها الأحكام العهد الجديد والعهد القديم لذا قالوا 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 من بعد موسى هكذا ورق المفرحة حتى حين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه السلام وشرح له ما حدث لما قالت له والله لا يخزيك الله أبدا ذهبت به فقال بخن بخن هذا النموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام يا لتني أكون في أجذع فقال مصدقا لما بين هذه أي من الكتاب المنزل على الأنبياء من قبله مصدقا لما بين هذه يهدي إلى الحق أي إلى الاعتقاد والإخبار الصحيح إلى الطريق المستقيم الذي في نهاته النجاة والكرامة والحزة وجوال رب العالمين قال يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم في الأعمال فإن القرآن مجتمع على الخبر وعلى الطلب على الإنشاء فالإنشاء فيه الأمر والنهي فخبره صدق وكل ما جاء به القرآن إما عما الإخبار عما مضى والإخبار عما يستقبل وكله صدق والله جلال فعلا ما ذكر شيئا إلا وقد كان لأن الله تعالى قال ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيل وإذا أيضا طلب أمرا أو نهيا فما كان الأمر إلا في مصلحة المكلف وما كان نهي إلا عن مصلحة إلا لمصلحة المكلف ولذلك قال يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وهذا الطريق المستقيم الذي رضيه الله رب العالمين على العباد وللعباد ورده النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن يسلكه من رامى جنة من رامى النجاة من رامى الكرامة من رامى أن يكون في مستقاله جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر يا قونا أجيب دعي الله وأمن به يغفر لكم من ذنبكم وأجيبكم من عذام الأليم وهذا كما قال وتعالى تم وتم تكلمة ربك صدقا وعدلا وكقولي تعالى الذي أرسل رسول أبو الهدى ودين الحق ليذيره على الدين كله ودين الحق هو الشريعة الغراء التي نسخت جميع الشراع وأصل الدين في ذلك هو دين الأنبياء جميعا الأنبياء وإخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى قال يغفر لكم من ذنبكم ويجلكم من هنا جنسية وليس دونسية يغفر لكم من ذنبكم يعني جميع جميع ذنبكم وذلك يقول يا قومنا أجيبوا داعي الله الذي فيها دلالة واضح حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين إلى الجن والإنس وهذا أيضا من تفضيل الله للنبي صلى الله عليه وسلم في عموم رسالته كان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة نعم يغفر لكم من ذنبكم من هنا إما أن تكون سائدة أو جنسية فهي سائدة نعم وجاءت للتأكيد فقيل أنها على بابها وأنها على التبعيد وهذا مستبعد لأنه من تاب تاب الله عليه ومن استقام فإن الله جعل فيه ولا يغفر لهم ما تقدم وما تأخر من دم ويجلكم من عذاب أليم يقيكم من عذاب أليم فإن عذاب الله مؤلم وعقاب الله وخيم وفيه ما فيه كما قلنا من شدة النكال والعذاب وأيضا من دئس من بأس المآل وفيه كما قلنا يعني عدم الطمع في النجاة لمن أشرك بالله جلو فعلا قطع الله كل كل طمع إلى النجاة في هذه لهؤلاء الذين أشركوا بالله من من ينزل به سلطانا ويجلكم من عذاب أريم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض لا قوة له ولا قدرة له يعني أن يفر من الله جلو فعلها وليس معجزا ربه فإن الله على كل شيء قدير الرجل الذي عاثب الأرض فسادنا وجاء عندما أوتي فقال الأولاد كيف كنت أنا لكم قالوا نعم الأب أنت فقال إن أنا ميت فاسحقوني وظهروني في البر وفي البحر لأن قدر الله علي لا يعذبني فانظر هنا الله على أمر البر فجمعت ما فيها وأمر البحر فجمع ما فيه ثم مثل ما حملك على هذا قال خشاتك قال ادخل جنة برحمتي ومن لا يجب داعي الله فليس معجزا في الأرض وليس له من دونه أولياء ما عندهم من شفيعا يطاع وما عندهم من نصيرا ينصرهم بل هم في تيه وتخبط في اضطراب وفي وفي أيضا مهلكة هم يسلون فيها حتى يصلوا إلى العذاب الأليم أولئك شوف أولئك شار البعيد وأن البعد اسمه عمق الضلال الذي وصلوا إليه تمحل فيه الضلال أولئك في ضلال مبين شوف أولئك شار البعد ففيه عمق الضلال أسسوا الضلال وكانت نهايتهم على هذا الضلال أولئك في ضلال مبين وهذا ما قاموا تحديد وترهيب فدعوا قامهم بالترهيب والترهيب ولذا نجع في كثير منهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودا وفودا لما قالوا يا قومنا أجيب دعا يا قومنا أجيب دعا الله وآمن به فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولكن الأكثر آمنوا هو أتوهم بمسألة الترهيب والترهيب ليس أحد منكم يفر من الله ليس أحد منكم يعجز الله للفعل إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهنا اهتزت أركانهم وارتجفت قلوبهم وأتوا وفودا وفودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون يعلنون في الإسلام نحن على مشارف الانتهاء ما أدري هل نرجع هذه الآية نرجعها وتكون غدا إن شاء الله الختام أم تريدون الآن والأولى أن نختم سعادتنا تتم جدا عندما عندما يختتم لنا باب أو يختتم كتاب أو آية أو سورة قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض لم يعب خلقهن بقادرا على أن يحيى الموت بل إنه على كل شيء قدير يقول الله تعالى ألم يرى هؤلاء وهم في الضلال المبين ألم يرى هؤلاء وهم وهم في عمى وهم في جهل وجهلات ألم ترى هؤلاء الذين أنكروا البعث والنشور يوم القيامة ألم يرى هؤلاء بأن الله الذي خلق السماوات والأرض وبديع خلق الله جد فعلا فيما ترونه من قوة عظيمة هائلة في بديع خلقي في التنسيق في هذه النجوم وهذه الشمس وهذا السحاب المصخر بين السماء والأرض وهذا التنسيق العجيب بين إن شاء الله بين الإشراق والغروب وبين أيضا هذه الثمار والأشجار والجبال والبحار والأنهار خلق عظيم من خلق الله جل فعلا الذي خلق هذا الخلق وفي كل آية تثبت قوة الله وجبار الله وعظمة الله جل فعلا لو نظرت للأنهار فقط وما فيها من العوالم التي خلقها الله جل فعلا لو نظرت إلى البحار وكيف أن النهر والبحر يتداخل ومع ذلك لا يؤثر هذا على ذاك ولا ذاك على هذا هذا أو استخرج من كل لحم طري يؤكل هذه دلالة واضحة جدا على عظم تخلق الله جل فعلا والذي سخر البحر تأكل منه لحم طري وتستخرج منه حلية تلبسونها فيقول لذين يستبعدون البعث والنشور والله جعال قل زعمى الذين كفر وأن لا يبعثوا قل بلى ورب لتبعث ولقول الله جل فعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال لما يحيي العظام ويرامين قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وقال تعالى وكما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين يعني أخبرني يا محمد وهذا العلم في هذا الباب لإقرار أمر جلل أولا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقي إنه هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على الصفات النقص عندما أو صفات السلب إذا وصفنا الله بصفات السلب فيكون فيها الأمر أن يكون بإزبات كمال الضد كما قلنا ليس نافيا نافيا محضا نعم أولا من أرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقي إنه بقادر على إيوحي الموت يعني هذا الذي خلق هذا الخلق العظيم وأبدعه أمامكم نعم ولم يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض وأن من قدراته وقواته أنه إذا أراد شيئا وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون لأنه من أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه جل جل في علاء إذا قال الله تعالى بلى إنه على كل شيء قديس بلى فإن الله قال له إذا أراد شيئا قال له كن فيكون قال الله تعالى الخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لكن أكثر الناس لا يعلمون قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات أن تقع الأرض إلا بإذنه قال الله تعالى إن الله من سماوات الأرض أن تزولها ولإن زالتها إن أمسكهما من أحد من بعد وهذه كلها دلالة على عظيم قدرة الله جل فعلا وهذا باستدل به على قوة وجبروته وأن الله إذا أراد بعث الخلق كان أهوى عليه من الابتداء ولهذا قال الله تعالى بلى إنه على كل شيء قدير وهذا فيه تهديد أكيد وعيد شديد لهؤلاء الذين ينكرون البعث والنشور قال تعالى وَيَمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الْنَارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقٍ يُقَال لَهُمْ أَمَ هَذَهُ الْحَقُ أَلَيْسَ هَذَهُ الْحَقِ który أمامكم وأن الله تعالى قد خلق خلقا أثبت لكم فيه المعاد والنشور أليس النوم دلالة على الموت والبعث والنشور قال الله تعالى الله يتوفر أنفس حين موتها والتي لم تنت في منامها فمسك الذي قضى عليه الموت ورسل أخرى إلى أجل المسمى أليس الله للفعل لما جعل انفلاق الصبح واشراق الشمس والغروب دلال على موت وحياة في هذا الباب وأن الله على كل شيء قدير سبحانه بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرضوا الذين كفروا على النار ويوم يعرضوا الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا أي يقال لهم أما هذا حق؟ أما كانت النار التي قد حذر الله منها وحذر رسل منها؟ أليس هذا بحق؟ نعم أليس الذي خلق هذا الخلق وأبدعه قادر على أن يحيى الموتى وعلى بعثهم وعلى حسابهم جميعا كخلق نفسه واحدة وكبعث خلق نفسه واحدة وكحساب نفسه واحدة لذلك قال الله تعالى ويوم يعرضوا الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون ويوم يعرضوا الذين كفروا على النار كما قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتان ردوا لأنكذب بيئات ربنا ولكونا من المؤمنين بل بدلهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمنوع عنه وإنهم لكاذبون وعندما يؤتى بجهنم وينظرون يسترخون فيها ويكون الأمر أصعب وأشق ما يكون عندما يذبح الموت أمام الجميع ويوم يعرضوا الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ وهذا التقريع هو توبيخ لهم أما كذبتم بذلك؟ أما أنكرتم من بحث النشور؟ أما أنكرتم عذاب رب العالمين؟ انظروا الآن كيف يكون الأمر يعني عليكم ويوم يعرضوا الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أي لا سعهم إلا الاعتراف قالوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الباء هنا باء سببية أي بسبب كفركم وبسبب ما قدمتم من الظلم ومن الاستهزاء ومن الإنكار والجحود والتكبر والتجبر قال الله تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانهم الظالمين فاصبر وهذا أمر من الله جل فعلها لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر وصبر أنواع وهذه الأنواع لها درجات ومراتب ومن حصل أنواع الصبر فإنما أجره على الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الصبر الاختياري والصبر الاضطراري أو الصبر على الطاعة وهذه أعظم أنواع الصبر التي يحبها الله جل فعلها هي الصبر على الطاعة والاستدامة على طاعة الله جل فعلها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل فهذه الاستدامة على الطاعة هي ما تميز عبد من آخر والله يعالى يميز بين العباد في مساءة الاستدامة ولأن الاستدامة سبيل ودليل على الصدق في التعبد صدق العبودية تجلى في الاستدامة لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقام عبادة ثبت عليه هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قال هنا يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر الصبر على الطاعة الصبر على المعصية الصبر على أخضار الله المؤلمة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل حاضر السيدة إن شاء الله أجيبها بعد الدرس فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل هنا ما يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وهيج مشاعره إلى أن يأتسب هؤلاء الأخيار الأبرار الأماثل كأن الله العقل قال هؤلاء قيرة خلقي فكن على الجدة كما كانوا على الجدة فاقتدي بهم وأتسي بفعلهم كما قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي فبهداهم اقتدي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل موسى عليه السلام قد قال رحم الله أخي موسى قد أوذي في الله وصبر أو قال أوذي أكثر من ذلك وصبر وصبر الأنبياء عظيم إبراهيم عليه السلام يكسر الأصنام ويصبر على ما فعله معه الاستفاق وأيضا السلسلة ثم إجرام النار ثم إلقاءه في النار وبعد ذلك تهجيره وأبوه يقول إن لم تنتهل أرجمنك وهجور نيمالية ثم بعد ذلك ترى ما حدث النوح من الاستهزاء والانتخاص من قدري ومن من معه وأرادوا قتله أيضا حتى أن جاءه الله لعلى ومن معه في السفينة وموسى عليه السلام صبر صبرا عظيما على فرعون وما كان يفعل ببني إسرائيل وهيسع السلام صبر عليهم على بني إسرائيل وتكالبوا عليه واتحدت كلمتهم لقتله وصلبه ولم يفعلوا لله الحمد والمنى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل يعني على تكذيبهم وهذه تهيئة للنبي أنه سيكون التكذيب يكون الاستهزاء ويكون الجحود يكون النكران قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وهذه أيضا فيها الدلالة على أن السعيد من وعظ بغيره وأن الإنسان إذا خلى من أسوة فإنه يكون في تخبط ولا يستطيع أن ينفرد بحال من الأحوال إلا أن يوفق الله إلى أسوة يستطيع أن يأتسي بهم ويقتدي بهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وأولو العزمهم خمسة بكرهم الله في آية من الآية وهو نوح عليه السلام وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد أشبع الناس بإبراهيم عليه السلام وإبراهيم أفضلهم على الإطلاق على الإطلاق إبراهيم عليه السلام بالتفاق وهو سوى خاتمهم والنجل السلام هو خير والخلق أجمعين قال الله تعالى فلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم يعني لا تستعجل بحلول العقوبة لهم واصبر عليهم ولعل الله يهديهم وفي هدايتهم الخير الكبير والأجل الوفير وأنت تحب ذلك قال الله تعالى عنه بالمؤنية والأوف الرحيم قال الله تعالى إن أرسلناك كافة للناس بشيرة ونذيرة قال لهم أرسلناك إلا رحمة للعالمين أرسلناك إلا رحمة للعالمين لذلك قال الله تعالى فلعلك باخعن نفسك ألا يكونوا مؤمنين ولا تستعجل لهم يعني لا تستعجل بحلول العقوبة لهم لعل الله يهديهم قال ملك الأخشبين لو أمرت أتبقت عليهم الأخشبين الجبلين قال لا على الله جعل يخرج من أصلابهم من يوحد الله وذرني والمكذبين أولى النعمة ومهلون قليلا كما قال الله تعالى في هذا الباب وقال فمن الكافرين أمنهم رويدا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبسوا إلا ساعة منه وهذا حال الكافرين يسألون كم لبثوا في الأرض عدد سنين فهم ينكرون ويقولون فاسأل العيد دين نعم كما أيقظ الله أصحاب الكافرين كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة إلا ساعة من نهار كما قال الله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو بحاها وقال تعالى ويوم أحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم نعم قال كأنهم يوم يرون ما يعدون ينظرون إلى النار وقد جئ بها لها سبعون ألف زمان يجره سبعون ألف ملك وهي تتأجج ويسمعون لها أزيزا كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار الدنيا زائفة بغرجها زائف الدنيا إلى أفول الدنيا لا تبقى الدنيا لا تبقى بل تفنى الدنيا لست وطنا لأحد من العقالة قال من يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ يعني هذا القرآن بلاغ لأنذركم به ومن ومن بلاغ فإن هذا القرآن الذي علي فيه أن أبلغ ما آيات ربي جل في علاه ما على الرسول إلا البلاغ المبين قال الله تعالى يا رسول بلغ ما أنزل عليك من ربك ولم تفعل فما بلاغت رسالته بلاغ بلاغتكم ما كان من ربكم لكم من النذارة والبشارة رحمتكم وخفت عليكم لكنكم تجحدون تتكبرون تستهزئون فلكم من الله العقاب الأليم فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أي لا يهلك على الله إلا هلك لا يهلك على الله إلا إلا من تكبر وتجبر ونازع الله في ربوبيته ونازع أيضا الأنبياء في رسالتهم قالوا لولا أنزل هذا القرآن على الرجل من القرآتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم وعلي فيها دلالة وضح حديثة أن الله تعالى لا يعذب إلا من يستحق وأن الله لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة وزادة الشبهة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فليهلك إلا القوم الفاسقون والفسقون والفسق الأكبر وصاحب الفسق الأصغر أيضا على خطر لكنه في حالته وهو صاحب الفسق الأصغر أن الله جلال فعلا ينظر إليه بعين بعين المغفرة والتوبة والأوبة فنسأل الله جلال فعلا أن جعلنا جميعا كذلك اللهم أمين يا رب العالمين وأنا أعوذ بالله من الفساد وأنا أعوذ بالله من الفسق والتعدي والتجاوز نعم الفواد المستنبطة الجن والإنس مكلفون السعيد من وعظ بغيره اللبيب من يستطيع أن يقيس خيس الأولى فينظر في عظمة خلق الله لفعلاء فيعلم أن الله لفعلاء من باب أولى قادر على البعث والنشور قادر عن إنشاء خلقا غيرهم نجاة المرء في حسن الأسوة جعل الله لكل أجل كتاب فلا يستعجلون ولا فلا يستقدمون ولا 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 يستأخرون لا يهلك على الله إلا هالك طبعنا في قوله تعالى فصف الكلمة الصبر أولو العزم من الرسل فيه دلالة واضحة لداً على أن أصحاب الهنم الرقية السامية إذا استهدفوا هدفاً لا يستطيعون الوصول إليه إلا بوضع الأسوة والقضوة فهم لا يعيشون في زمنهم ينخرعون من زمنهم ومن من حولهم وينظرون إلى أبعد ما يكون في السرعة في الخير المضمرة في المضمار يعني يعيشون حياة هذه الحياة لا تكون في زمنهم ولا في حياتهم هم لا يريدون إلا إلا السعي الشديد والسير الراقي السامي إلى الله جل فعلا بنقاء قلب وستقنية وحسن عمل فهذا الذي يصل حقاً والله جل فعلا إذا جعله أغفل كل من حوله ولم ينظر إليهم ونظر إلى ما هو أبعد من ذلك إلى الأسوة الحسنة فإن من اشتاق إلى قوم كان معه وإن من سار سير قوم سار على دربهم لا بد أن يصل إلى ما وصلوا إليهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إن أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكراً للمشاهدة